الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحابته أجمعين ماكم المعلم وفائد عيس من مدارس الهدي المحمدي في برنامج التعلم عن بعد ودرسنا لهذا اليوم القمار من مادة التربية الإسلامية للصف العاشر يتوقع من الطالب بعد إتمام دراسته لهذا الدرس أن يبين مفهوم القمار صوره وآثاره في البداية من المسلمات يا عاشر أن التشريع الإسلامي ما ترك لا صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إحنا كم مسلمين إلا ونضمها وأعطاها شروط وتعليمات وأحكام بحيث تسير في مسارها الصحيح وينتج عن القيام فيها ابتغاء وجه الله تعالى عبادة يثاب المسلم على القيام فيها أحد أهم الأمور اللي أعطاها التشريع الإسلامي مكانة وحيز في التشريع هو في الأحكام المال والمال هو اعتبر الإسلام نعمة إذا أحسن القيام به واستغلاله في الأمور الصحيحة والقيام فيه كما أمر الله سبحانه وتعالى ويعتبر نقمة وسبب واسع من أسباب جر السيئات والذنوب والمعاصي إذا أسي استخدامه من صور إساءة استخدام المال هو استخدامه في لعب القمار أو القمار اللي إحنا متعارف عليها في المصطلح العامي هاي اللعبة أو هاي المصدر لتحصيل المال تعتبر من المصادر المحرمة شرعا طبعا تحصيل المال وصرفه ومن وين جبته واحد من الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أثنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلع إذن أحد أهم الأمور التي يسأل عنها المرء هي المال من وين جبته؟ كيف صرفته؟ وإن كان مرات بيجيبه من مصدر حلال لكن بصرفه بحرام هون يحاسب مرات بيجيبه من مصدر حرام لكن بصرفه مرات في حلال على نفسه وعلى أسرته وعلى من يعول لكن هون آتم وسوف يحاسب مرات بيكون جابه وصرفه بالحرام والحالة الوضعية المسموح فيها فقط في التشريع إحنا عنا أنه يجيبه بالحلال يكتسبه بالحلال وينفقه بالحلال ضمن تعاليم التشريع الإسلامي وإعطاء صاحب كل الذي حقا في هذا المال حقه بما يرضي الله سبحانه وتعالى أحد أهم الأمور التي يستطيع المسلم من خلالها تحصيل المال وطبعا حب المال هو غريزة أساسا إحنا موجود فينا كتشريع كطبيعة بشرية رعاها التشريع الإسلامي يعني الناس بطبيعتها بتحب المصاري بتحب الأموال بتحب الغنى ما في حدا بحب الفقر ما في حدا بحب أن يكون عيشه كفافا لا بحب أن يكون منع لكن التشريع الإسلامي لما راعى هاي الصفة الموجودة فينا طلب منك أنه أنت تحصل هاي الأموال بطريق مباح وأولا وأخيرا دائما وأبدا منرجع بنأكد البعد عن الأمور المتعلقة بحقوق العباد اللي هي أموالهم خاصة وتحديدا على وجه الخصوص أموال الآخرين أحد أهم الأمور التي يمكن فيها الاعتداء على أموال الآخرين بغير وجه حق هو القمار فما مفهومه وشو صوره وما هي آثاره هذا موضوع درسنا يا عشر في البداية القمار هو أن يشترط أحد اللاعبين أو المتسابقين أو كليهما على الآخر بأن يأخذ الفائز من الخاسر ما يتفقان عليه إن فاز في المسابقة وإن سبقه أخذ الفائز منه ويسمى المراهنة وإله كمان مصطلح كان معروف مسبقا في الجاهلية وقبل مجيئ الإسلام وهو ما يعرف بالميسر يعني الإنجمال على فكرة مش شغلة جديدة على المسلمين أو إنه العرب ما كانوا بيعرفوها لأ كانت شغلة معروف مسبقا وكانوا يتعاملوا فيها ولما إجا الإسلام مسحها ولغاها زيها زي كثير من الصفات أو العادات السيئة اللي كانت موجودة عند العرب تمام فكرته إنه زي ما حكينا فيه طرفين وبدهم اتنين بدهم يكونوا بنفس الكفة أو بنفس اللعبة أو بنفس المجال لكن في أحدهم بد يكون مبدع أكثر من الآخر ويسمى بالمراهنة أنا إذا فزت إنت بدك تعطيني إنت إذا خسرت أنا بدي أعطيك هون الطرفين أو اللاعبين أو المتسابقين إذا اشترطوا على بعضهم البعض أخذ أموال هون أحد صور للقمار وإحنا رح نحكي عنها كمان شوي من وين يعرفنا إنه هو محرم أو حكم محرم؟ حرمه الإسلام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجتب من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هون الشاهدية عاشر فاجتنبوه كل فعل أمر في القرآن يفيد التحريم كل فعل أمر من إنهي يفيد التحريم وأحد الأمور اللي اتذكرتها الآية الخمر الميسر الأنصاب والأزلام وحكينا إنه الميسر هو القمار المتعرف عليه حاليا طيب من صوره كيف أشكال يعني كيف بعرف إنه هذا البني آدم وهذا الشخص واقع في هاي الصفة المحرمة إلو صورتين اللاعب على شرط يعني اتنين لاعبين بلعبوا لعبة عادية الأصل إنه هي إذا ما فيها مراهنات وما فيها مصاري هي من باب اللهو تمام ويكون باشتراط أحد الطرفين أن يدفع للمغلوبة الفائز مبلغة من المال مثل لعب الورقة الشدة وهي أكثر إشي بتكون على لعبة الشدة صراحة أو الأونو أو هاي الألعاب على هذا الشرط يعني أنا إذا خسرت في اللعبة أنت بك تعطيني مثلا عشر دنانير أو عشرين دينار أو أنا إذا خسرت بدي أعطيك عشر أو عشرين دينار وللأسف على فكرة يعني إحنا بنحكي على أرقام صغيرة لكن هي لما تكون واصلة لمرحلة الإدمان مع الأشخاص تكون على مبالغ خيالية وعلى فكرة الإدمان فيها بيأدي لدمار أسر بيأكملها لأنه بتكون بلوة مبلغ فيها وما بقدر يطلع منها نهائيا وكتير بيوت وكتير أشخاص وكتير عوائل تشردت من ورا هاي اللعبة الرهان الصورة الثانية أن يتفق الطرفان هسا هون الصورة الثانية عشر انتبهوا هو مش طرف فيها هو لا بلعب ولا مشارك ولا أي شغلة لكن أن يتفق طرفان على أن يكون أحدهما بدفع شيء من المال للطرف الثاني إن خسر أو فاز طرف ثالث انتبهوا اللعب على شرط هم شخصين ما في غيرهم هم الطرفين تمام لكن بالرهان في شخصية ثالثة أو ممكن يكون مش شخصية ممكن يكون مثلا سباق خيل أو سباق هجن اللي هو بيحكوله سباق للمال وهذا بكرة كثير منتشر بدول الخليج أو مثلا صراع الديكا الديوك بيكون هذا بدول مثلا زي أسبانيا أو دول الأمريكا الجنوبية اللاتينية بيحكولها هاي الألعاب أو مثلا البوفالو هاي الجواميس اللي بيكونوا بلعبوها برهنوا عن الجاموس اللي بيخسر أو الجاموس اللي بيكسب أو في عندكم كمان مصارعة الثيران يعني هاي كلياتها من الألعاب اللي فيها رهان بيكون إذا خسر أو كسب أنت بدك تدفع لي أو أنا بدي أدفع لك طبعا هذا كلياته محرم جملة وتفصيلا عندنا في التشريع الإسلامي ويمكن الصورة اللي إلها ممكن تكون شعبية أو أصورة تاخذ هذا النمط في البلدان العربية مباريات كرة القدم فيه ناس بتراهن عليها إنه إذا خسر فريق كرة القدم اللي فلاني أو اللي أنا بشجعه أو اللي أنت بتشجعه بدك تدفع لي أو إذا خسر أو فاز حسب هما بيكونوا مقاررين فيه شرط بده يدفع مبلغ مادي أو مبلغ من المال طبعا هذا المبلغ محرم هون الشاهد هاي المصاري حرم في حالة واحدة بتكون خارج هاي الحسابات كلياتها المباحة يعني إحنا بنحكي لها إذا كان تبرع من أحد الأطراف المشاركة في المصابقة بدون إجبار بدون إكراه يعني مثلا فيه مصابقة صارت بالمدرسة أو مصابقة صارت بالبيت أو مصابقة صارت بالنولادي أو أي حدا أنا بعرفه وأنا بحكي لهم اللي بفوز إلو جائزة أو رح أعمله كيكة أو رح أجيب له هدية أو رح أجيب له لبسة أو رح أعطيه مصاري أو أعطيه أي مبلغ لحتي يشتري فيه كل اللي بدو إياه هون إذا ما كان فيها إجبار هاي ما بتكون صورة من صورة القمر بالعكسة هي بتكون هدايا من باب التعزيز لأنها ما فيه شرط مسبق بين الأطراف تمام الفكرة فيها يا عاشر هي الشرط المسبق هيك بتصير ريها لأنها بتصير إجبارية الشغلة تمام آثارها لها كثير آثار بكفي أنه هي مصدر لكسب المال بدون وجه حق انتشار العداء والكرهية بين المتقامرين لأنه أكيد الخسران رح يكون زعلان على المصاري اللي خسرهم أكل الأموال بين المتقامرين بالباطل لأنه كسب بطرق غير مشروعة ومتعتمد فقط على الحظ لأنه ما فيها أي جهد بدني أو جهد ذهني النقطة الثالثة التكاسل عن العمل وزيادة البطلة لأنه مش تعبان يعني بيقدر يراهن على أي شغلة ويجي مصاري وخلص هو قاعد بالبيت وفيش داعي يتعب ولا يطلع من البيت ولا يفكر يغلب حاله ارتكاب الجرائم غالبا ومنها السرقة والقتل وغير ذلك لأنه أنا حكيت لكم أنه مرات بتوصل لمرحلة الإدمان وبصير المقامر يعمل أي إشي لحتى يحصل المصاري يلعب فيهم المسبوق يريد الحصول على المال بأي وسيلة زي ما حكيانا لتعويض خسارته عفان الله وإياكم من جميع أشكال كسب المال الحرم في نهاية هذا الدرس يا عشر بتحلوا الأسئلة صفحة 122 وبتبعثونيها مع الخاص وأي حدا عنده سؤال يبعث لي يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر